موسيقى اخوة الايمان في هذا اللقاء المتجدد مع سير انبياء السماء مع قصصهم مع هديهم مع رسمهم لمعالم الصراط المستقيم لا للفرد فحسب للفرد للأسرة للمجتمع للعالم أجمع فهؤلاء هم الهدات هؤلاء هم حملة مشاعر النور هؤلاء هم الذين أمرنا الله أن نهتدي ونقتدي بهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي وصلنا في سيرة يوسف عليه السلام إلى آخر المطاف إلى مراحل فيها من الأهمية فيها من الحساسية فيها من الدلالة ما يجعلها نبراسا وبوصلة لكل مسلم ومسلمة لكل مؤمن ومؤمنة دخل عليه إخوته فعرفوه الآية تسعين من سورة يوسف قالوا أإنك لأنت يوسف أنت يوسف كيف عرفت كل هالشي كيف اكتشفت كل هالشي قال أنا يوسف وهذا أخي الحق ظهر الحق أبلج أبما حاولنا نغطي بالبير بامرأة العزيز بالسجن الحق سيظهر أنا يوسف وهذا أخي وهو على عرش الملك وهو الإنسان الذي يسيطر على اقتصاد المنطقة كلها كل اقتصاد المنطقة وتعد في ذلك الوقت هي مركز العالم فطبعا ما قال لون شفتوا كيف ما قال لون أنا بزكائي أنا أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا كل ما نحن فيه من نعمه كل ما نحن فيه من فضل كل ما نحن فيه من نصر هو منة من الله هو عطاء من الله فإياك فإياك أخي إياك أختي أن تغفلوا عن حمد الله وعن شكر الله فالقاعدة مرعبة إن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم فإن عذابي لشديد شديد اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله أكبر قاعدة ذهبية قاعدة ألماسية قاعدة كل واحد مننا يحتاج بحياته قالت تتقي وتصبر أنت من الناجي قال أخي لا في تقوى خربت الحكاية ما في صبر خربت الحكاية في مكانة بده دولابين في طائر بده جناحين في تقوى وفي إيش في صبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وكذلك المتقين والصابرين هم خلطة بشكل من إيش مادة الإحسان مادة الإحسان هي إيش خليط بين عاملين أساسيين التقوى والصبر قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين اعتراف بالذنب اعتراف بفضل الله عليه اعتراف بمكانته الدنيوية والأخروية آثرك أنت هلأ أفضل مننا في الدنيا بكلمة آثرك الله الله معنات أنت عند الله أعلى وأرقى مما نحن فيه وهم يقسمون على ذلك قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين عادوا إلى رجدهم ثابوا إلى إيمانهم رجعوا إلى أصلهم رجعوا لشو لا أصل يعقوب أصل إسرائيل من أهم أنبياء وأبناء إبراهيم عليه السلام محور رئيسي ونقطة ارتكاز رئيسية فعادوا إلى هذا الأصل الطيب اعترفوا بذنبهم اعترفوا بخطائهم اعترفوا بمكانة أخيهم شو النتيجة شو النتيجة أمام نبي من أنبياء السماء أمام قائد عظيم من قادة التاريخ أمام من جمع الخلق والجمال الظاهري والجمال المعنمي والجمال الروحي والجمال النبوي قال لا تثريب عليكم اليوم ما في مشكلة ما في مشكلة عليكم اليوم يغفر يغفر الله لكم الله راح يغفر لكم وأنا وأنا أطلب من الله أن يغفر لكم وهو أرحم الراحم فاليوم سيدنا يوسف عم بيسطر تاريخ العفو سيدنا يوسف عم بيبين أكاديمية العفو سيدنا يوسف عم بيبين الرجالات العظام مع العفو قال لا تثريب عليكم اليوم فعفى عنهم وصفح عنهم وأعطانا أكبر مثال في العفو وهذا المثال الذي سار عليه أنبياء السماء فهي أخلاقهم وهي أخلاق المدرسة التي تخرجوا منها وإن كان يذكرنا هذا الموقف بشيء يذكرنا أمام مشهد أعظم وأبلغ وأدهش وأروع حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكفار قريش اذهبوا فأنتم الطلقاء فشو هالمعاني هاي السامية وين اليوم هالمعاني هاي اليوم الأخ مع أبي سامح أخوه اليوم الأخت مع أبي سامح أخته بس شو بدي أبل بدي إقرار بالخطأ إقرار بالزنب طلب للعفو أما إصرار على الزنب إصرار على الخطيئة لا أنا ما عمل شي ما بدك طالما أنت ما لك ما أترف بالزنب بدك يعني سامحك على شو ويجي أحبي لك أخي واحد ما سامحه على شو بدي سامحه إذا هو لا له ما أترف بالزنب ولا له مقتنع إنه هو عامل زنب هو ما بده هو ما بده يعني سامحه هو بدي يروح للآخرة ويجد نتيجة عمله ومع ذلك إذا كانت نفسك من الطيبة أن تسامح من لم يطلب السماح ولم يطلب العفو فهذا من أخلاق المحسنين فهذا من أخلاق المحسنين فقال لا تثريب عليكم اليوم فمدرسة العفو في الأديان مدرسة العفو في مدارس السماء ومنهاج السماء كل أديان السماء تدعو إلى العفو والكاظمين الغيظ والعافينة عن الناس والله يحب المحسنين فهذا العفو هو من صفات المحسنين هو من خصال المحسنين هو من صفات العظماء أما والله شو أهل دبحهم كل ياتوا والله شو والله عمل فيهم كذا والله شو والله ساوى فيهم كذا لا لا ولكل مقامين مقال مو دائما العفو هو الحل أطيبالك قال والله أنا شفت عقرب ايه قال إعافيت عنه شو صار قال والله أرثني وروحني يعطيك العافية لأنك أنت وضعت العفو بغير موضعه وضعت العفو وين بغير موضعه شفت حية سامة ايه والله سلمت عليها ايه طيب شو يعني بدك العفو صح ولكن بيكون مع الحكمة يا أحبابنا اي قضية اذا فارقتها الحكمة فستحدث كوارث كل قضية يجب أن تلازمها الحكمة وتكون معها الحكمة قال لا تثريب علي عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحم وننتقل إلى قضية أخرى ننتقل إلى قضية عجيبة إلى كيميا غريبة غير كلورسوديوم ونيترات البوتاسيوم إلى كيميا غير اللي درسناها بالجامعات وقرأناها بالكتب سننتقل الآن إلى كيميا حقيقية موجودة وهناك نص صريح صادق عليها ولكن هذه الكيميا لها رجالة ولها أساتذتها ولها مدرستها اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي أميصك يعني شو بدي أعمل أميصك أميصك يعني أطرار ولا أميصك أنتبيوتيك ولا أميصك دوء التهاب ولا استبدال قرنية ولا زرق قرنية شو قميصك عرفان عرفان حافظ هذا الدرس في مدرسة السماء عرفان هذا الدرس في مدرسة السماء إنها مدرسة الحب الإلهي أي شو هي اذهبوا بقميصي مدرسة الحب الإلهي إلى كيميا غير الكيميا اللي أريناها بالكتب وغير الكيميا اللي أريناها بالجامعات والمدارس والروعة يا أحبابنا في قصة يوسف عليه السلام وسورة يوسف عليه السلام أنها فصلت لنا نوعين من الحب والنوعين خطيرين الحب الشيطاني والحب الإلهي الحب الشيطاني والحب الإلهي الحب الشيطاني حب زليخة لما حبت يوسف عبت حب نبي صح بس هي ما حبت يوسف النبي هي حبت يوسف أبو عيون جريئة حبت يوسف أبو عضلات حبت يوسف أبو الطول الممشوق ما حبت يوسف النبي فهذا الحب الشيطاني يا أحبابنا قد شغفها حب أما الحب الثاني اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة الله أكبر شو هالثقة بالله شو هالثقة بها الكيمياء هاي أهل أخي حط كلور مع السوديوم بيطلع ملح كلور السوديوم علم هنا علم بثقة اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعي فكما ذكرنا يا أحبابنا مدرستين للحب ذكرتا في قصة يوسف الحب الشيطاني والحب الإلهي الحب الرباني حب مدرسة السماء طيب لنعكس هذين الحبين على واقعنا اليوم على حياتنا العملية اليوم ماذا نجيد ماذا نجيد نجيد كل الإعلام كل الأفلام كل اليوتيوبات كل الأشعار كل الأعياد الفلنطاين والورد الأحمر والقلوب كلها لتغزي ولتدعم هذا الحب الشيطاني طبعا لا أعني هذا الحب الشيطاني الخارج عن شريعة الله كل حب خارج عن شريعة الله فهو حب شيطاني نقطع السطر لا نضحك على بعضنا لا نقول مثل ابني لا نقول مثل إختي لا نقول أعكم أعكم بدنا نحط الحدود بدنا نحط في حب لله في حب لله صافي ونقي وتقي هذا يمثله سيدنا يوسف ويعقوم وفي حب شيطاني قد شغفها حبة شو آخرته آخرته فضايح شو آخرته آخرته سجن شو آخرته آخرته مأساة آخرته ظنم آخرته قهر هاي آخرته يا أحبابنا هاي آخرته هذا الحب الشيطاني هاي ايش هاي آخرته وكما ذكرت اليوم للأسف العالم 99.999 متوجه لنعم هذا الحب لأولادنا أبنائنا مدارسنا مناهجنا تليفوناتنا يوتيوباتنا ما بنا نضحك على بعض يا جماعة ما بنا نضحك على بعض هيك عم نربي أبنائنا هيك عم نربي بناتنا ونجي بعدين منلومون ونجي بعدين ليش يا بنتي صرتي زليخة لأنك حطيتها بمدرسة زليخة لأن درستها منهاج زليخة فنت تطلع مثل زليخة ولو وضعت في مدرسة يعقوب ومدرسة السماء وحب السماء لكانت في هذا المجال وين اليوم أساتست الحب الإلهي وين اليوم مدرسة الحب الإلهي يا أحبابنا والله أصبحت أندر وأندر وأندر من النادر وإذا وجدت تجد الأعداء وتجد الخصوم وتجد أقرب الناس إلى بس بدون يدفنوها وبس بدون يقضوا عليها أو بدون يشوهوها بسلوك مبالغ فيه وكذب لا يحمل هذه المعاني إذا أنت من أهل اذهبوا بقميصي دق إيدك على الطاولة أما ما لك من أهل لا تلبس توب ما لتوباك في ناس اليوم بالتمثيل بالبس توب ما لتوب يا أخي بوزع أمصان لعلب الأخير يعني يزبط له شيء أميص لا مو هيك القضية الكلام يا أحبابنا يعني إذا لاحظتوا كل تصرفات سيدنا يوسف كان فيها يقين يقين بالله مدرسة اليقين بالله سيدنا يوسف عم بيجسد إن كان بتفسيره للرؤى إن كان بكلامه مع الملك إن كان بيوضعه للخطة الاقتصادية إن كان بكل القضايا وهلأ بهذه القضية قضية الحب الإلهي السلام متخرج قال له أخي عطيها الدواء بتنزل حرارته شو عرفاك لأنه درس لأنه درس لأنه عرف فللأسف أحيانا في ناس بهذه القضايا يقلدون تقليد أعمى تقليد بشع تقليد مشوه بإسم هذا الحب الإلهي لا واقف عند حدودك والتزم مكانك اذهبوا بقميصي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير انطلقت العير واقتربت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف شو يا جماعة هال شميت ريحت طيب شو كيف شميت ريحت يوسف إرسال واستقبال قنوات شلون في قنوات للهاتف الخلوي في قنوات لأحباب الله عز وجل في قنوات للحب الإلهي ترى واحد بآخر الدنيا والتاني بآخر الدنيا وبتلاقي في بيناتهم إيش بيقول له والله هلا خطر ببالي هداك بيقول له أنا كنت عم تفكر بهالشغلة بنفس الوقت لا مرة ولا تنتين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة فأ فأ لما فصلت العير قال أبوهم إني لأجدوا ريحة يوسف شميت ريحته لأيوسف لولا أن تفندون أستاذ من أستاذة الحب الإلهي ومدرسة الحب الإلهي يلي اليوم دفننا نحن دفننا المسلمين قبل غيرنا نحن دفننا الأمهات والأبهات قبل ما نحكي على الإعلام وقبل ما نحكي عن نتفليكس وقبل ما نحكي على قنوات التلفزيون وعلى اليوتيوب نحن دفننا ببيوتنا ونحن ما ربينا عليه أولادنا ولا ربينا عليه بناتنا وإذا وجدنا أستاذ الحب الإلهي اغتلنا نحن من اغتاله لا حول ولا قوة إلا بالله ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجدوا ريحة يوسف لولا تفندون لولا تقولوا عني خرف قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم ليش؟ لأنهم جاهلين بهالمدرسة لا ما لهم فهمانين ما لهم مدركين ولو كانوا من أبناء هذه المدرسة لشموا هذه إيش؟ لشموا هذه الرائحة فلما أن جاء البشير أجل البشير حامل البشارة فألقاه على وجهه فارتد بصيره مو ألف ليلة وليلة يا أحبابنا هذا وحي السماء هذا وحي السماء هذه مدرسة السماء يلي دفناها بين سلفي وبين صوفي وبين خونجي وبين ما بعضه دفنا هذا القرآن ودفنا هذا العلم حاجة بقى حاجتنا حاجتنا رح تخرب الدنيا مو خربت البصرة الدنيا كلها رح تخرب فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيره قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون هذا علم يا أحباب هذا علم إلهي هذا علم رباني فلما يعني ألقى القميص على وجهه فارتد بصيره يا رب يا رب اليوم اليوم الأمة كلها عميت يا رب الأمة عميت يا رب يا رب يا رب تاخت إليك عجاف أنت يوسفها هل لا رميت على العميان قمصانا يا رب يا رب أن قمصان الحب الإله يا رب يا رب يا رب والله مقصرين والله غافلين والله مثنبين ومحسبين حالنا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا يا أبانا استغفر لنا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين يا أحبابنا استغفار نصار بحاجة لا استغفار لأنه استغفار مع غفلة لأنه استغفار مع بعد لأنه استغفار قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم يا غفور يا غفور يا رحيم يا غفور يا رحيم تجاوز عن سيئاتنا لا تؤاخذنا بما فعل الظالمون بما فعل الجاهلون بما فعل المستبدون من أبناء جنسنا يا رب بما فعل المنحرفون يا رب يا رب اهدنا إلى صرافك المستقيم فلما دخلوا فلما دخلوا على يوسف لاحظوا دغري انتقل المشهد ما قال لك شو صار معه وأخذوا لا 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 دغري انتقل فيك من مشهد رمي القميص الأحداث الهامة الأحداث الجسام وفورا انتقل سافروا كلهم ووصلوا إلى يوسف والآن يا أحبابنا بدأت تقرأ طبول النصر بدأت بشائر النصر ما في أحلى من بشائر النصر فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين طبعا يا أحبابنا كل بلد يقام فيها تعاليم الله فهي بلد مبارك كل بلد يقام فيها العدل ويقام فيها الإحسان ويقام فيها مكارم الأخلاق ويقام فيها محبة الله ومحبة ومحبة رسل السماء ومحبة أحباب الله هي بلد عظيم إن كانت الشام ولا كانت المصر ولا كانت نيويورك ولا كانت لوس أنجل يا أحبابنا القضية مو بالجدران القضية بالسكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة كانت يثرب وكان فيها الأمراض وفيها وفيها يثرب صارت المدينة المنورة بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حول الإنسان هو الذي يشرف إيش المكان فهنا يوسف ويعقوب شرفوا مصر مين يوسف ويعقوب مو مصر بدنا تشرفك مو بلاد الشام بدنا تشرفك أنت بدك تشرف بلاد الشام يعني اليوم صرنا بدنا نتشرف بالحجار ونتشرف بال باللباس ونتشرف فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين طبعا هي بتلاقيها بكل رحلات مصر للطيران وبمطار مصر بس نسينا شو العبرة تبعة نسينا ليش ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين نسينا أنه مصر كانت هي مدرسة يوسف عليه السلام مدرسة الأخلاق مدرسة الإحسان مدرسة الشب النزيه مدرسة الداعي إلى الله مدرسة الحب الإلهي أخذنا بس ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين وانسينا كل القصة اللي أبل اللي أبل هي ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا نعم إنها لحظة النصر إنها لحظة الفتح إنها لحظة العزة إنها لحظة الكرام وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا من اللي سواها حقا ربي لحظتوا يا أحبابنا كل ما حكى سيدنا يوسف على نفسه ولا كلمي أنا الجميل وأنا المحسن وأنا الأخلاق وأنا اللي نفدت من البير يعني كل يا أحبابنا تبرق لله عز وجل قد جعلها ربي حقا مو أنا اللي ساويتها مو أنا اللي صبرت وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم الواقع يا أحبابنا أن لحظات النصر هي لحظات رائعة ولحظات بديعة وكل إنسان يعني يرنو إلى هذه اللحظات كل إنسان يتمنى وعشنا نحن في أجيال من القهر الحقيقة يمكن ما شعرنا بنصر ما مر علينا نصر وعاش آبائنا وماتوا وما حصلوا لحظة من لحظات النصر في هذه القضايا والواقع هذا العطش وهذا الجفاف قد دفعنا لأن يعني بدنا أي نصر إن شاء الله نصر من كرتون إن شاء الله نصر من بشار بدنا بس نصر لنداوي فيه عطشنا لنداوي فيه ألمنا لنداوي فيه جراحنا ومع matériشي يا أحبابنا خليني أبسط لكم للموضوع اليوم النصر نصرين في نصر على صعيد الأمة في نصر على صعيد الأمة في نصر على صعيد الدين الإسلام وفي نصر على صعيدك الشخصي النصر اللي على صعيد الأمة هذا ما من منعلي هذا بحاجة أن ترجع الأمة إلى الصراط المستقيم بحاجة إلى أن تغير الأمة ما بها حتى يغير الله حالها من حالة الزل والهوان والتقسم والتشرزم والبعد عن الله عز وجل إلى حال أفضل فنحن اليوم كأمة حالنا ما بدأتنا اتنين يحقوا فيها فلن نستطيع كأفراد منساوي اللي علينا منبزل جهدنا هاي بديهية ليست موضع نقاش وإنما لن تستطيع أن تحرز هذا النصر لو أخد كأس العالم وبالشطرنج وبالطالة الزهر مو هذا الانتصارات اللي بدك تحرزها للأمة مو هاي المكان العالي اللي ترنو إليها كل أمة ولكن يا أحبابنا هذا الأمر يحتاج إلى عودة من الأمة ولكن هناك نصر على صعيدك الشخصي إذا فاتك هداك النصر هذا النصر الحقيقي بحقي وحقك وهذا أهم نصر ممكن أن يكون لك بحياتك هذا بإيدك وبإيدك وبإيدي وبإيدنا كل ياتنا هذا النصر يعني بمتناولنا جميعا كما خاطب الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينة شو الفتح المبين غزوة بدر غزوة أحد فتح مكة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كلام لمن يا أحبابنا أنت عيدك يوم الله بيغفر لك يعني أنا بستغفر بس ما لي كتير نفكر بالموضوع يعني يعني مولها الدرجة يعطي أهمية يعني ما عم بيحكي على أهل الخمارات إنا فتحنا لك فتحا مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما قال أنت نصرك وأنت نصريك يوم منصير على الصراط المستقيم ويوم منمشي على الصراط المستقيم يوم بتتم نعم نعمة الله عليك بإتمامك لأمر إيمانك لأمر صلتك بالله لأمر قلبك السليم الذي هو جواز سفرك إلى الآخرة وينصرك الله نصرا عزيزا هذا النصر وهذا قال طيب واحد بيقول لك يعني هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام طيب وين الدليل أنه نحن قلنا هذا النصر أنه تتمت الآيات يا أحبابنا بيقول لك ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما قال بدك الفوز العظيم قال شو قال أنك تكون مع هدول وبدك الخسارة العظيمة قال شو قال إذا ما كنت مع هدول ولو فازت الأمة ولو تحررت الأراضي المحتلة ولو ربحنا كأس العالم ولو حققنا كل المهم أنت بالآخير هل أنت مع مجموعة المؤمنين والمؤمنات يلي رب العالمين بده يدخلون ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما طيب هذا الفوز العظيم طيب شو الخسارة العظيمة ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصير يا رب دخيل يا رب لا تجعلنا منهم يا رب يا رب بعد بيننا وبينهم مباعدة المشرق عن المغرب يا رب وفقنا لكل عمل يقربنا منك يا رب وفقنا لكل عمل ترضى به عنا يا رب وفقنا لكل عمل يجعلنا من المؤمنين والمؤمنات هل ستكون يا ترى من أهل ادخلوها بسلام اذا كنت من أهل ادخلوها بسلام فهذا فوزك العظيم هذا فوزك العظيم هذا يوم كيوم يوسف هذا يوم كيوم الأنبياء والرسل هذا انت مشيت على الطريق وصلت للنتيجة هاي الأخير هذا لا يعنيها أحبابنا أن لا نسعى بالفوز بمجالات أخرى سدؤوني يا أحبابنا لو منفوز بهالمجال سنفوز بكل المجالات الأخرى لأن متى ما صرت على الصراط المستقيم ما في صراطين مستقيمين الصراط المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الصراط المستقيم وأعدوا ما استطعتم من قوة الصراط المستقيم إنما يخشى الله من عباده العلماء علماء التكنولوجيا وعلماء الزرة وعلماء الفلك وعلماء هذا هو الدين يا أحبابنا هذا هو الإسلام هذا هو الإيمان أضعناه ودفناه في تعصب المتعصبين وفي خلاف المختلفين وفي تناحر المتناحرين وفي إيماننا ببعض الكتاب وكفرنا ببعضه وفي إقرارنا بالشيء وإلغاءنا للشيء من حقيقة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وحقيقة حياة الأنبياء والمرسلين الواقع يا أحبابنا قصة يوسف عليه السلام محطات لا تنتهي من الروعة محطات ودروس وعبر لشبابنا لبناتنا لكل واحد فينا والله العظيم حينما يدخل الإنسان في هذه الآيات يعشقة ويحبة فيذرف عليها الدماء وتضطرب لها المشاعر ويحيا بلحظات كل واحد فينا بأمثل حاجة إليه مو الغاية نعطي دروس مو الغاية نسمع ونقضي وقت الغاية إنك تروحي وإنك تروح وتنتسب لمدرسة الحب الإلهي الغاية إنك تروح وتطلع من مدرسة زليخة إذا كنت إجرك داخلي بمدرسة زليخة الغاية إنك إذا كنت أعمى تدور لك على أميص حب إلهي ينرمى على وشك لترتد بصير الغاية إذا كنت متعطش إلى نصر ألا تبحث عنه في الردوهات وتبحث عنه في اليوتيوبات وتبحث عنه في التفاهات والترهات وإنما تبحث عنه في إنا فتحنا لك فتحا مبينا الله يجعلنا من أهل هذا النصر الله يجعلنا من أبناء هذا النصر والله يجعلنا من الذين يكون لهم في الآخرة فوزا عظيما قال وكان ذلك عند الله فوزا عظيما يعني مو المونديال نحن حسبنا المونديال مو منات الفوز العظيم إذا فازوا بالعرب بأيدول أو ببرنامج المسابقات أو ببرنامج الأغنيات أو عطوا للباز الزهبي طبعا لا قال هذا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما بيعرف أولادنا بيعرفوا أبناءنا شو هو الفوز العظيم بيعرفوا بناتنا شو بناتنا نحن قديجة وعائشة وفاطمة وسعاد بيعرفوا أنه هذا الفوز العظيم أحمد وخالد ومحمد وكريم وسعيد بيعرفوا أنه هذا الفوز العظيم خلينا نعمل إحصاء اليوم خلينا نعمل كواشنير اللي ما هو الفوز العظيم فوز كذا ولا والله لا تطلع معنا نتائج قبل ما نعتب على غيرنا وقبل ما نحكي على غيرنا غيرنا عاب ينفذ الأجندة تباو غيرنا عاب ينفذ خططه وحقه حقه أما نحن شو مين صارخ بيوشنا مين ضربنا العمى بقلبنا لحتى ما عد فمنا ولا عد وعينا ولا عد ارتكزنا قال إيه يا شيخ والله ما منعرف كيف بدك تعرفي إذا الدرس شغال وأنت عم تساوي ملوخية كيف بدك تعرف إذا الدرس شغال وأنت عم تشرب قهوة كيف كيف يا أحبابنا من وين من وين لوين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أحبابنا هذا مسؤولية كل واحد كل وحدة فينا هذا الكلام ما هو وقت عم ينضلاء والله كلكم وقتكم سمين وكلنا وقتنا سمين هذا يا أحبابنا رسالة بدك تتبناها وبدك تتبنيها وبدك تنقلة وبدك تنقليها لأختك ولأخوك ولأبنك ولزوجك ولزوجك ولكل الذين حولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين يا رجاء السائلين يا غياث المستغيثين ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب يا رب أدخلنا مدرسة أبيائك وأوليائك وأصفيائك يا رب أدخلنا مدرسة أحبابك بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين لا تأمننا مكرك لا تنثنا ذكرك لا تهدك عنا سترك لا تجعلنا من الغافلين يا رب وابعثنا في أحب الساعات إليك كي نذكرك فتذكرنا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا إلهنا مولانا رب العالمين يا رب يا رب رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلة يا رب يا رب رد العالمين إليك ردا جميلة يا رب العالمين يا رجاء السائلين لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تآخذنا بما فعل الظالمون ولا الشياطين منا بفضلك وجودك ورحمتك يا أرخم الراحمين نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات من أن يحيف بنا غضبك أو ينزل بنا عقابك لك العتبة حتى ترضى لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة سبحان رب العزة عما يصفون سبحانسي اشتركوا في القناة